بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء لا يموتون وإذا اعتقدت طغاة بأنهم قادرون على إسكاة الحق باستهداف هؤلاء الأبطال فما أبعدهم على الحقيقة عشرون عاما تفصلنا عن اليوم الذي سقط فيه الشهيد حسين الصافي مدرجا بدمائه في ضواحي منطقته وثلاثة عاما هي الأخرى تفصلنا عن الشهيد محمد يعقوب الشاب الذي لم يتجاوز السابعة عشر من العمر عندما استهدفه القتلى والسفاحون كل الرجلين سطر من التاريخ ما دفع الشعب للمزيد من التضحيات والصمود اليوم ينطلق الشعب ليستمر في ثورته ببركة دماء أولئك هذان الشهيدان جاء من منطقة ما تزال تمثل الرموز والصمود والبطولة والشجاعة سترة العظيمة ما تزال مصدر كآبة للنظام الذي كان يعتقد أن بإمكانه القضاء على شعب البحريني من كل قراه وفي كل أزقته لكن هذا الشعب أثبت كذب الخليفيين وخطأهم فإنه صامد في مواقعه من سترة إلى كرزكان ومن دمستان إلى بني جمراء إلى الدراز حتى السنابس وإلى أن يصل إلى الدير وسماهيج شعب البحريني لا يعرف الخمولة أو الكسلة أو التراجع ومنذ أن أعلن ثورته في الرابع عشر من فبراير من العام 2011 لم يتردد لحظة في الصمود في الميادين والإصرار على مطالبه ها هم الأبطال يلتحقون بالقوافل الواحدة والآخر يلتحقون بقوافل الشهداء إتارة وبقوافل السجناء أخرى المعذبون من كل زاوية ومن كل قرية يتحدثون عما أصابهم من قمع ومن اضطهاد ومن تعذيب في ترامير الخليفة الخليفين اليوم يعتقل سماحة الشيخ علي سلمان وبالأمس يعتقل الرموز العظام أستاذ عبدالوهاب حسين وأستاذ حسن مشامع والدكتور السنجيس والشيخ المخداد وإبراهيم شريف والشيخ المحفوظ وبقية العظماء الذين خلدهم تاريخ البحرين والذين سيبقون مصدر تحدي للخليفيين شاءوا أم أبو اليوم تصدر المحكمة الخليفية حكما بسجن المجاهد نبي الرجب ستة شهور معاق في التنفيذ اليوم يساق العشرات من شبابنا إلى المقاصل إلى الاعدام بسبب أنهم صمدوا وطالبوا بحقوقهم اليوم يصر أطاغية البلاد على استئصال هذا الشعب بالتجنيس تارة وبسحب الجنسية تارة أخرى اليوم تقف الحرائر وهن شامخات يتحدينا الإرهاب الخليفي بعضهن في السجن والبعض الآخر ما زن يرابطنا في الشوارع يهتفن كل يوم الشعب يريد إسقاط النظام هذا النظام سيسقط لأن الشعب أراده أن يسقط ولا يستطيع نظام أن يبقى إذا كان شعبه مصرا على المطالبة بسقوطه فإما أن يفن الشعب وإما أن يسقط النظام هذه هي المعادلة أيها الإخوة والأخوات الذين اجتمعتم هنا لتأبين هذين الشهيدين العظيمين حسين الصافي ومحمد يعقوب أنتم أعلموا مني بماذا يعني الصمود ماذا تعني الكرامة والحرية أنتم أعلموا مني وأنتم أقرب إلى آباء الشهداء وأمهاتهم تارة بالحرق التي تعاني العائلات عائلات الشهداء وذوهم من ألم الفراق وتارة تعرفون مدى صمود هذه العائلات وإصرارها على الاستمرار في طريق النص فهذه العائلات تعرف أن أبناءها لم تسقط في ميادين الشرف لتدفن ويمحى ذكرها إنما سغض أولئك الشهداء ليرو شجرة الحرية بدمائهم ولتتحرر البلاد لتتحرر البحرين لتتحرر الأوال من هذا الاحتلال الغاشم الاحتلال الخليفي والاحتلال السعودي والقوات التي جاءت من ست دول كلها من أجل مواجهة هذا الشعب من أنت أيها الشعب الذي يأتي جيوش ستة من ست دول لمواجهتك من السعودية من الإمارات من الأردن من باكستان من أمريكا ومن بريطانيا ما عظمتك وما قوتك وما الذي يجعلك مصدر تهديد لهذه الجيوش التي جاءت وستندحر بعون الله لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمن بالنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن نصر رسلنا في الحياة الدنيا ويقول أشهاد أيها الإخوة أيها الأخوات الكريمات قروا عينا فشهداؤكم خالدون عند الله شهداؤكم هم عنوين العزة والكرامة والصود شهداؤكم صامدون خالدون وأبناؤكم وأبطالكم ورموزكم وكل من عرفتموه مجاهدا في هذا الطريق سيكون سيكون النصر حليفة وسيكون رأسه مرفوعا وهامته شامخة يريدنا ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون تحية طيبة لأرواح الشهداء سلاما لكم أيها الصامدون المجد والتحية والإجلال لأولئك المرابطين على ثغر من ثبور الإسلام على ثغر من ثبور الحرية المجد لكم والعار لأعدائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته